أنها تكديس لمواد غير معروفة داخل مخيمات الاعتصام وقد تكون أسلحة وتستذل بعض وسائل الإعلام المصرية بذلك على لقطات أخرى تظهر ضبط رجال الأمن لصيارة بها أسلحة قالت إنها موجهة إلى ميدان رابعة دليل آخر على أن الاعتصام غير سلمي يبدو من هذه اللقطات وهي لمعتصمين يتدربون على استخدام النبل وهي الأذات التي تلقي الحجارة وصور آخرين يتدربون على أدوات قتالية أخرى وتتهم وسائل الإعلام المصرية الإخوان بضرب وتعذيب معارضيهم داخل رابعة بل بقتل بعضهم وإخفاء جثثهم في الميدان أيضا الإخوان آتلوا حوالي 80 واحد وحطوهم في الميدان في منطقة هناك بتاعة الصرف الصحي 80 قصة على الأقل قتلت في ربعة في المسجد أخذوهم ودفنوهم التهمة التالية التي تساق بالصور هي التحريد على العنف عبر مسيرات حمل الأكفان مسيرات يراها مناصروها أنها ذليل على الاستعداد للفداء بينما يراها معارضوها أنها ذليل على التصعيد والتحريد على استخدام العنف حمل الأكفان امتد ليشمل أطفالا ظهروا في أكثر من مرة في لاقطات من رابعة العدوية ومن مسيرات أخرى مؤيدة للرئيس المعزول التهمة إذن هي استغلال الأطفال في عمل سياسي يقال إن بعضهم جيء بهم من ملاجئ للأيتام يديرها مقربون من جماعة الإخوان المسلمين التهمة التالية والتي لا تبدو خطيرة كسابقاتها هي توزيع الوجبات في اعتصام رابعة بقسائم وتظهر هذه اللقطات كيف يقف المعتصمون في طوابير لاستلام وجباتهم وتسليم قسائم لموزيع الوجبات تتسع التهم لتشمل إغلاق الطرق وتعطيل مصالح سكان الأحياء المجاورة لساحات الاعتصام واستخدام دور العبادة لأغراض شخصية كذلك تسهيل عمل المراسلين الأجانب يدخل ضمن التهم فهو مؤشر على الاستقواء بالخارج كما أن إطلاق كاميرات لتصوير الحشود من عالي يعتبر عملا تجسسيا ينفي أنصار الرئيس المعزول هذه الاتهامات ويؤكدون أنها مجرد مقبلات ومسوغات لتحريض الرأي العام ضدهم لقابول فض الاعتصامات بالقوة ينضم إمال نصر